اشتركوا في القناة وفي القناة الماضية دائما يشوفون اني اجر هالسيارة الفرنسية اللي هي الرينو ولكن اليوم رح ناخذ الكوليس تاريخها ويش التطورات اللي صارت عليها وهل فيه عروض على هالسيارة وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي كانت معانا في هالموسم واكيد الرعاة الكوليس سيارة عائلية من الرينو بدت في الالفين وستة واستمرت تقريبا عشر سنوات فنقدر نقول ان شركة رينو من الشركات اللي نفسها طويل تطلن لك سيارة تطور فيها على مدى السنوات لما ان يصير عليها تغيير كامل بعد خلنا نقول عقد من الزمن شي هذا حلو انك لما انت تستثمر وتاخد سيارة تضمن انه ما يكون فيه تغييرات كبيرة خلال فترة وجيزة الجيل الثاني جان في الالفين وستة عشر وكان تغيير كبير جدا على السيارة لا من ناحية الشاسي لا من ناحية الشكل الخارجي والتصميم لا من ناحية الشكل الداخلي لا من ناحية التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة هذه فعلا السيارة هذه نقلتها الرينو من مستوى الى مستوى ثاني رح نشوف انها مبنية على شاسي سيارة سيو في او كروس اوفر صغيرة الحجم وتقدر تاخذها دفع عمامي او دفع رباعي اذا تبغى تطلع في البر طلعات خفيفة او انك بتروح في اماكن فيها امطار فيها ثلوج فيها زلق فالسيارة هذه فيها امكانيات خيالية اكثر شي في السيارة هذه يلفت نظر اي احد الشكل الخارجي كثير ناس قابلتهم لما يطالع فيها يقول وش السيارة هذه والله شكلها حلو وفعلا الرينو عطتها حقها من التصميم ويتشوف مقدمة جميلة عصرية حديثة بالرغم منها من الالفين و الستعش الا ان عندك الاضاءة النهارية الاليدي شكل السيارة من قدام جميل خرافي شكل السيارة من الجنب روعة جاية في الوسط لا هي سيارة صغيرة ولا هي سيارة كبيرة وكل زواياها فعلا مدروسة كتصميم بدقة خلفية السيارة جدا جميلة حلو تدخيلهم في الالوان الالوان اللي حطتها الرينو على السيارة هذه كل لون احلى من الثاني تبغى الاحمر تبغى العنابي تبغى الكحلي تبغى الاسود تبغى الالوان الفاتحة الرمادي فعلا كل الألوان راكبة على هذا السيارة وكل لون يحليها وجميل أنه حطولك الديكورات الخارجية سواء كانت الأسود أو الكروم اللي تبرز لك شكل السيارة الجميل حتى تصميم الرنقات اللي فيها فعلا تصميم سيارات جميلة لو تجي للداخلية رح تشوف سيارة أوروبية كل التكنولوجيا اللي تتوقعها موجودة التصميم الجميل الجودة لما تفتح الباب تحس فتحة باب سيارة لها قيمتها لما تدخل تسكر الباب تحس تقفيلة باب أوروبي مو خفيف التصميم الداخلي كله مدروس بعناية يعطيك الاحتياجات لك أنت كقائد للمركبة أن كل شيء يكون حواليك وبنفس الوقت التصميم عصري وحديث الشاشات مدروسة حطولك شاشة اللي تكون طويلة حطولك عددات سهلة وبسيطة حطيلك كل أنظمة مساعدة الساغ الموجودة وبالرغم منها تعتبر سيارة كسعر جدا ممتاز وسيارة عملية وسيارة عائلية واقتصادية وشبابية إلا أن لازلت أشوف سعرها جدا ممتاز بالباقة اللي تعطيك رينو في هالسيارة الكونسول اللي في الوسط راح تشوف القير التقليدي وأنا أحترم صراحة الشركات اللي لازلت إلى اليوم تعطينا القير التقليدي مع أني ما عني معارض للتطور والتقدم إذا فيه شيء جميل يغير مثلا عصر القير التقليدية العداد أو الطبرون أو الشاشة اللي قدام الساق راح نشوف أنها دامجة بين الأنالوج والديجيتل الأشياء الأساسية والمهمة زي الحرارة مثلا والبنزين تكون هذه أنالوج بينما الشاشة اللي في الوسط هي اللي تهمك اللي تقدر تحط فيها المعلومات اللي أنت تحتاجها وتقدر تعدل المعلومات اللي تبغاها تكون موجودة قدامك أنظمة مساعدة الساق الرادار الأمامي اللي يمنع على استدام الأمامي مثبت الصرع المتكيف اللي يمنع على استدام الخلفي راح تشوف عندك حزمة خيارات كبيرة جدا في السيارة هذه وطبعا تعتمد على أي نوع من السيارات اللي راح تختارها من رينو كوليس طبعا ولكن تتخيل في الفئة هذه عندك كراسي طبعا قماش أو جلد لكنك تقدر تختار فيها التسخين تهوئة ومساج في أحلى من هالشي سيارة أوروبية وشركة عريقة وتعطيك متعة قيادة وتعطيك خيارات ممتازة بسعر خلنا نقول معقول حتى الساوند سيستم ما نسوه عندك البوز للشباب اللي يقول أنا بروح جامعة بروح مع الشباب أو حتى عائلة بيسافرون عندك نظام صوتي البوز اللي غني عن التعريف السيارة هذي تقدر تاخذها داخل مدينة اقتصادية محركة اقتصادي وتقدر أنك تسافر فيها محركها عاملي وموجود في سيارات كثير موجودة اليوم ورح تشوف أكيد لمسات الرينو للأشخاص اللي يعرفون الرينو واللي يعطيك كذا حركات بالمفاتيح فرح يكون عندك الريموت أو خيار أحد المفاتيح أنه يكون زي الكارت حركة حلوة يعني يقول لك طرح أنه سيارة مميزة ومختلفة عن الباقين والأشخاص اللي يحبون المشروبات اللي تكون باردة فلو أخذت الكوليوس رح يكون عندك خيار في الكاب هولدرز أو حاملات الأكواب الأمامية أنه يكون فيها اللي يحفظ برودة مشروبك المفضل وصراحة الشكل السيارة اللي تجي full option والجلد اللي موجود في كل مكان سواء كانت الكراسي أو الطبلون أو الأبواب يدخلك عالم السيارات الفخمة مع أنها تعتبر سيارة اقتصادية إذا بنتكلم عن الأمكانيات اللي موجودة في السيارة هذه فنقدر نقول أنه عندك الدفع الرباعي الذكي أو الدفع الرباعي المستمر فروح تكون في الأساس دفع أمامي إذا احتاجت السيارة التواري الخلفية فمعناتك سيكون عندك تحكم ذكي سواء أن تبغى تكون smart أو intelligent أو أنك تبغى تقفل حيث أنها تكون دفع رباعي مستمر إذا أنك طلعت بر خفيفة أو في أمطار وثلوج وأماكن زلق فالخيار هذا بيكون جدا ممتاز عندك الكراسي اللي موجودة في السيارة تقدر بضغطة زر أو دقمة في الخلف تصفت الكراسي وتكون فلات يعني مستوية تقدر تركب أغراضك إذا أنك ماخذ جايب أثاث جديد أو شغلات جديدة في البيت التكييف رح يكون عندك مكيفين اللي يحتاجها أو الاتناسبة مختلفة عن الساق وبيكون عندك أكيد فتحات هوا للركاب اللي في الخلف وحتى اللمسات الخفيفة اللي ممكن ما تشوها في كل السيارات اللي هو المسند حق اليد اللي موجود قدام في الوسط أحيانا تبغى يكون متقدم شوي أحيانا تبغى يكون يرجع وراء شوي فهذا الخير بيكون موجود عندك في الكوليوس تقدر أنك تدفه أو تقدمه بحيث أنك تكون مرتاح أو أنك تبغى مثلا توخرة يكون راجع وراء شغلة حلوة تلقاها في بعض الأحيان في السيارات اللي تكون أغلى لو بتشوف مساحة الركاب اللي في الأمام جدا ممتازة السيارة شرحة وواسعة الركاب اللي في الخلف نفس الشي لا تقل عن الشراحة اللي موجودة قدام فتقدر تركب وراء بكل ريحية والركوب بيكون جدا سهل لأن فتحات الأبواب بتكون واسعة جدا يعني نتكلم على تقريبا سبعين درجة في بعض الشركات يحط لك خمسة واربعين خمسين درجة فبيكون الركوب والنزول بيكون شوي صعب لكن في السيارة هذه ريحك فتحة الباب كبيرة جدا تبي تفتح الدبة وشايل أغراضك مجرد ما تمر رجلك تحت الدعمية الخلفية أو الصدام الخلفي رح تفتح معك الدبة بكل أريحية الشاشة اللي في الوسط بيكون عندك خيارين سواء السبعة إنش اللي بتكون بالعرض أو الثمانية إنش اللي بتكون طويلة زي شكل الآيباد والتتش فيها ممتاز وللأشخاص اللي في الحر وفي الصيف وسيارة الجلد خصوصا وده إنه يبرد السيارة قبل ليوصل بالريموت تقدر إنك تشغل سيارتك الكوليوس تبرد أبو خمس دقائق بحيث إنك تركب أنت وعائلتك في سيارة تكون باردة وللأشخاص اللي يقول أنا مستعد إن يلف في الكرة الأرضية بس لا تقول لي أصفط وهذه في مساعدة القائد اللي يبغى يصفط في الباركينج مجرد ضغط زر أو دقمة فك يدك من السكان والدركسون والسيار رح تصفط نفسها بنفسها خيار حلو شفناه في السيارات الجديدة فما بالك بالرينو الكوليوس اللي سبقت الكثير في التكنولوجيا هذه ولو جاء مثلا رح تلقى بنيوز وكان في زحمة ومع هذيك الصعدة ما ودك إنك تتفشل وترجع سيارتك وراء لما يكون في زحمة وتوقف ففيها اللي يمسك البريك لما ترفع رجلك عزكم الله من البريك وتبي تدوس البنزين فرح تمسك بريك لما إنك تدوس البنزين وتبدأ تتحرك قدام حلوة اللمسات هذه للجيل الجديد اللي يقول والله أنا أبغى أريح نفسي حتى النقاط العمياء موجودة في السيارة هذه أحيانا أنت ما شفى أمان الله يكون في واحد قريب منك ما انتبهت له فبتكون عندك النقاط العمياء موجودة في المراية الجانبية والباركينج بريك ما عد فيه التقليدي اللي هو تسحب الهاندو بريك أو اللي زي السيارات الأمريكية اللي تدوس برجلك الهاندو بريك أو الفوتو بريك لا في عندك الحين الفينجر بريك اللي يكون إلكتروني مريح وأغلب الناس ما عد صارت تشوف الهاندو بريك التقليدي وأكيد من الشغلات اللي مهمة في السيارة اللي هو اللي راقب ضغط الإطارات وأنا دائما أشدد على هالنظام واللي مهم أن يكون موجود في كل السيارات موجود الحمد لله في رينو الكوليوس ولو طلع لك فمهم جدا أنك تمر أقرب محطة بنزين وتشيك على ضغط الإطارات لأنه لا سمح الله ممكن أن يسوي حادث وآخر شي واللي يهمني وأكيد يهم كل الناس اللي هو الأمان والسيفتي في السيارة هذه فمن الآخر ما أخذه خمس نجوم في اختبار حوادث الاستدام الأوروبي فأنت ما أخذ سيارة بعد حفظ الله ورعايته فيها أمان جدا عالي والأرباقات موجودة في كل مكان سواء كانت الأمامية أو حتى الجانبية المحركات اللي بتكون على السيارة هذه هو محرك واحد اللي بيكون موجود في الخليج وتجي دفع أمامي أو دفع غباعي نفس المحرك اللي هو 2500 سيسي تلفز طبيعي 170 إحصان طبعا مربوط مع غير سي في تي ومعروف غير سي في تي أنه من الأشياء اللي توفر في استهلاك البنزين ومريحة في القيادة للعائلة ما تحس بتغييرات الجير لما تتحرك في السيارة هذه ويكون أخف على السيارة فيوفر في الطاقة لو فكرت اليوم بعد ما تشوف غربان في رمضان وحلقة اليوم عن الرينو وقلت ودي أمر البابطين الوكيل اللي موجود في الكويت فغالبا بتكون ثلاث فئات فئة البي والس واللي اللي بتكون كل المواصفات اللي بتكون موجودة في الرينو كوليوس بتكون موجودة في الفئة هذه فتقدر تشوف أنت الموديل اللي ناسبك غالبا الفئة الأولى تجي دفع ثنائي أو دفع رباعي بينما الس واللي تجي دفع رباعي مستمر لكن لو حبيت أني أغريك بالمواصفات اللي موجودة في أعلى فئة اللي هي LE الإضاءة بالكامل LED رح يكون عندك أنك تفتح الدبة مجرد تمرير الرجل أو اللي يسمونها الكيلس ما يحتاج أنك تفتح وتضغط دقمة أو شيء أو ريموت لا رح يكون عندك أنك تصفط السيارة في الباركينج بدون أي تدخل منك ضغطة زر أو دقمة والسيارة تصفط نفسها بنفسها طبعا أكيد بيكون عندك الكاميرات وبيكون عندك السنسرات اللي هي الكاميرا الخلفية بيكون عندك الشاشة الكبيرة اللي هي 8.7 إنش اللي بتكون طويلة والبوز ساوند سيستم رح يكون عندك الكراسي التدفئة والتهوئة وبتكون الجلد ولو بنتكلم عن حجم السيارة للأشخاص يقول والله ودي أشوف السيارة هذه كبيرة عندي قراج صغير أبغشوف السيارة هذه إلى أي مدرة هي كبيرة أو صغيرة طول السيارة بالكامل تقريبا 4.67 سانتي حجمها ممتاز لا هي الصغيرة ولا هي الكبيرة قاعدة عجلة السيارة اللي هو المسافة بين المحور الأمامي والخلفي مترين وسبعين سانتي تعتبر فئة وسط ممتازة عملية للعائلات الصغيرة أو حتى للشباب ارتفاعها عن الأرض 21 سانتي ارتفاع ممتاز لا هي اللي نازلة بشكل كبير زي سارات السيدان أو الصالون ولا هي اللي مرتفعة بحيث أن مثلا الوالدة أو الوالدة أو حتى الأطفال يكون دخولهم للسيارة هذه صعب عرض السيارة تقريبا 184 سانتي طبعا إذا كانت بدون مراية بس أكيد مع المراية بتكون مترين وستة سانتي ارتفاع السيارة 167 ولكن لو فتحت الدبا الخلفية فبتكون أكيد مرتفعة علشان لما تجي تشيل أغراض أو تركب أغراض أو تنزلها ما يصك راسك في الدبا الخلفية فرح تكون تقريبا مترين و 11 سانتي مساحة الدبا الخلفية 550 لتر جدا ممتاز لكسيارة صغيرة وفيها هالمساحة طبعا بدون ما تصفط الكراسي الخلفية لو تصفط الكراسي الخلفية اللي بيكون طبعا تقدر تصفط واحد أو تصفط الاثنين فبتصير 1690 لتر وفي الكثير من الأشخاص ما عنده معلومات كافية عن السيارة اللي هم أخذها فتلقاه يشتري السيارة اليوم ويقول يا ليت إن فيها كذا ويا ليت فيها هالشغلة ويا ليت فيها وما يدري إن فيه إكسسورات أنا ودي بهانقر أو العلاق اللي يكون ورا أعلق فيه مثلا الجاكيت لما نروح الدوام ما بغا يتصفط تقدر تقول هذا الوبيشن موجود عندك الأشخاص اللي يحب أنه دائم يفتح الشباك أو الجامات ففي عندك اللي يعكس الهواء خيار موجود تبغى السنفايزر أو الواقي من الشمس ما لا لزوم إنك تروح تأخذ من الشويخ شي يكون رخيص تقدر تأخذ للركاب اللي في الخلف من الوكيل شي يكون أصلي ومن الوكيل ويصلح للسيارة أرضية السيارة تبغىها تكون القماش أو تبغىها تكون الربر إذا تبغى تطلع البر فتشيل القماش وتركب الربر علشان يكون يتحمل وتخلي الأطفال يلعبون براحتهم لما ترجع البيت تشيل هالشغلات ويكون غسيلها جداً سهل لو تبغى مكان يشيل الموبايل أو الموبايل هولدر تبغى تركب كاميرا خلفية تبغى تغير رنقات هم بعد هذا الخيار عندك جميل الأشخاص اللي يهم البدي السيارة والبينت اللي على السيارة أو بوية السيارة أو الصبغ اللي موجود في السيارة فلما تفتح الدب الخلفية غالباً لما تنزل أغراض أو أشياء أو الأطفال أو عاملات المنزل أو حتى الساق تلقى ينزل أغراض ممكن تشيل معاها شوي من الصبغ فممكن تاخذ أو تركب عند الوكيل قطعة ألمانيوم موجودة على الدعامية الخلفية عشان تحميلك الدعامية الخلفية شعار الكوليوس لو تبغى أنت مفتخر في سيارتك تبغى شعار الكوليوس يكون على الباب أول ما تدخل وبتكون الألمانيوم عن بعد خيار موجود المرايا الخارجية تبغى تكون كروم تبغى تاخذ القاري أنت وعائلتك وتبغى يكون له أكسسوار لما تجي تشيله فعند الوكيل أكيد بيكون هذا الأكسسوار موجود تبغى تحمل شيء فوق السيارة تبغى تسافر تبغى تروح البحرين تبغى تروح موسم الرياض العلا وبتاخذ عائلتك وبتركب تقدر تركب هم بعد فوق السيارة أكسسوار من الوكيل وتركب الأغراض الزايدة فوق السيارة سيفتي وأمان وشكل جميل وعملي ومدروس من الشركة الصانعة واليوم ختام هامسك حمسناكم في السيارة وقلت لكم السيارة هذه ممتازة وعملية وأنا فعلا سفرات الأوروبا غالبا أخذ سيارة رينو قيادتها ممتعة جدا اقتصادية في الوقود بشكل غير طبيعي شكلها جميل سهلة بسيطة وشرحة من داخل مهما ركبت في السيارة هذه فعلا تبهرك بحجمها الداخلي فمنخل ختام هامسك أنه لو مريت البابتين اليوم في الكويت عندهم عروض ممتازة ستلقى أن سعر السيارة هذا يبدأ من 6999 دينار وصراحة بالسعر هذا بالإمكانيات اللي موجودة في السيارة أنا أشوف أنه جدا خيار ممتاز تأخذ سيارة بهذه الأمكانيات مو بس هذه رح تأخذ تأمين شامل سنة مع السيارة رح تأخذ بكج صيانة لمدة 5 سنين مع السيارة وكفالة 10 سنين من الوكيل أعتقد معت فيه أحلى من هالشي أنك تأخذ سيارة ممتازة وأوروبية وعملية وسعر ممتاز وتأمين وصيانة مجانية وضمان 10 سنين يعني أنا متأكد أنه 10 سنوات قدام هالسيارة رح تستمر معاي ورح تعيش معاي والوكيل ما يحتاج رح يضمن للسيارة هذه أمورها تمام 10 سنين قدام فنقدر نقول أن هذا استثمار صحيح إذا كانت السيارة هذه فعلا أتناسبك أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم عن الرين والكوليوس ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من غربان في رمضان وسيارة جديدة وفمان الله